حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نرحب بكافة قنوات الدولة التي تنقل مباشرة هذه لحاطة الإعلامية الدورية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول المستجدات والإجراءات الاحترازية الصحية في الدولة لانتشار فيروس كورونا قبل أن نتوجه إلى المؤتمر الصحفي الرئيسي كانت هناك لوحة جميلة رسمت في دولة الإمارات هذه اللوحة هي تضامن كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة التزامهم تفانيهم روحهم الأصيلة التي تجسدت واقعا ملموسا خلال الأيام الماضية ومستمرة هذه الروح بإذن الله تعالى الآن ستكون معنا الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة للحديث حول آخر المستجدات الصحية شكرا حامد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في إحاطة إعلامية جديدة لحكومة الإمارات نستعرض فيها مستجدات الوضع الصحي والإجراءات للوقاية من فيروس كوفيد 19 اليوم الأحد الموافق 6 إبريل نظامنا الصحي بقوة تقصيه ومتابعته المستمرة على نطاق واسع مكننا من اكتشاف 277 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة طبعا هذا الرصد والتقصي اللي وصلنا معاه اليوم لإجمالي 2067 حالة عفوا 2076 حالة إصابة في الدولة حتى الآن له جانب مهم جدا وهو أن دولة الإمارات بكل طواقمها الطبية قادرة على اكتشاف الفيروس وأماكن تواجده بأسرع وقت لذلك دولة الإمارات تنظر لزيادة هذه الحالات بمظور إيجابي قيامنا بتكثيف إجراءات الفحص وتوسيع نطاقة على جميع المقيمين والمواطنين يعزز من نجاحنا في احتواء كل الإصابات والحد من انتشار الفيروس بشكل أكبر وبالتالي القضاء عليه كما يؤسفنا اليوم الإعلان عن حالة وفاة من الجنسية الآسيوية وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 11 وفاة نتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفي وأسرته قلوبنا معهم وكل الدعم مستعدين انقدم لهم كما نعلن اليوم ولله الحمد عن شفاء 23 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض وبذلك يكون إجمالي حالات الشفاء في الدولة 167 حالة مسجلة في الدولة أخواني وأخواتي وأكد لكم أن حكومة الإمارات حريصة في مثل هذه الظروف على أنها تابع عن قرب كل احتياجاتكم من مواطنين ومقيمين وزائرين توفير احتياجاتكم الأساسية واحتياجات عوائلكم في مثل هذه الظروف أولوية ومطلب أساسي ونحن على علم بأن هناك ضغوط خصوصا على عملية الشراء الإلكترونية وتوصيلها في الوقت المناسب وخاصة بعد تقليل الخروج والبقاء في المنزل نطمنكم بأن هذا الموضوع أولوية في هالوقت وحكومة الإمارات تعمل عن قرب مع القطاع الخاص ومنافذ البيع لتسهيل عمليات الشراء الإلكترونية ورفع طاقاتها وقدراتها ونحط معاهم حلول للتغلب على أي تحديات اتواجههم وإن شاء الله رح نطلع معاهم بحلول خلال 48 ساعة ورح نوافقكم بآخر المستجدات خلال أيام رح تعود علينا مناسبة اجتماعية وعادة من عادات مجتمعنا يحتفل فيها لصغار ولكبار حق الليلة صحيح أن هذه العادة ما انقطعت عنها من سنين لكن هذا اليوم وفي هذه الظروف لازم نحرص كلنا على أن نحن نعيد النظر فيها السنة هذه الوضع مختلف ولصحة الجميع ضروري نبتعد عن عادات الاحتفال وتجمع العائلة وخروج الأطفال من المنازل لمنازل الجيران أو للشوارع أو غيرها ونمتنع عن توزيع مشاركة الحلويات والتوزيعات وغيرها بين الناس وبإذن الله السنة الياية نحتفل معاكم من يديد أخيراً نذكر الجمهور بأهمية لبس الكمامات عند الخروج من المنزل وفي الأماكن العامة حماية لهم والغيرهم وأيضاً ضرورة عدم استعمال الكمام ذو الاستخدام الواحد أكثر عن مرة في الختام مرين التحديات كثيرة لكن هذا التحدي يطلب منه تظافر الجفود وبإذن الله بنعدي هالفترة شكراً لكم بإذن الله دكتورة قد تكون هذه الأيام صعبة علينا جميعاً لكن نتحلى بالشجاعة نتحلى بالقوة بالإرادة بالالتزام هو المعيار القادم والمعدن الأصيل لكل مواطن إماراتي ولكل مقيم على أرض الإمارات وهذا العشم في الجميع بإذن الله تعالى دكتورة وصلتنا مجموعة من الأسئلة من عدد من الصحفين عن بعد السؤال الأول ما هي احتمالية تعرض أي شخص في الدولة للإصابة من الفيروس نفسه طبعاً سؤال تكرر كثيراً أود التأكيد أن إصابة أي شخص بالفيروس واردة نتيجة المخالطة لذلك نذكر ونؤكد أن التباعد الجسدي والإجراءات الوقائية المتبعة مثل لبس الكمامات غسيل الإيدين وتعقيم الأسطح باستمرار مهم جداً للوقاية السؤال الثاني أي المستشفيات والمراكز الصحية تستقبل الحالات المشتبه فيها في أبوظبي بعد خبر عدم استقبال مدينة الشيخ خليفة مدينة الشيخ إشخابوت وكليفلند وتوام للحالات بشكل عام كل المستشفيات تستقبل الحالات المشتبه بها بعضها تم تخصيصها لحالات الاشتباه مثلاً مستشفى الرحبة في أبوظبي ومستشفى العين في مدينة العين لحالات عزل وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 كما تم افتتاح مراكز للمسح في مدينة زايد الرياضية لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا بالنسبة للحالات الطارئة التي تحتاج تدخل طبي طارئ مثلاً حالات ضيق التنفس يمكن للشخص التوجه لأقسام الطوارئ في أقسام الطوارئ نفسها تم تخصيص مسارات خاصة بالنسبة للحالات التي تعاني من أمراض تنفسية وهي منفصلة عن الأعراض الأخرى للتأكد من الاستجابة بالنسبة للحالات الطارئة بمختلف أنواعها أما بالنسبة للحالات البسيطة الأخرى نحن ننصح بالتواصل مع مراكز الاتصال في الجهات الصحية المنتشرة في الدولة مثل مركز اتصال وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الرقم 800-111-111 وأيضاً مركز قيادة دائرة الصحة في أبوظبي على الرقم 800-1717 وهيئة الصحة في دبي على الرقم 800-342 هنا سؤال آخر دكتورة وصلنا من أحد الصحفيين عن بعد من خارج الدولة هل ينتقل فيروس كورونا كوفيد-19 من خلال الحشرات مثل البعوظ مثلاً؟ سؤال أكيد لا إجابة علمية تعرفون وين يتركز الفيروس في جسم الإنسان؟ في الجهاز التنفسي وليس في الدم وبالتالي احتمالية انتقال المرض من خلال لدغة البعوظ غير واردة لأن من ناحية علمية البعوظ عادة يمتص الدم وبالتالي وسيلة للانتقال المعروف عنها وحسب ما أثبتته الدراسات العلمية طرق الانتقال بالنسبة لمرض كوفيد من شخص إلى آخر سؤال آخر هل أو بمعنى صح يقول السؤال نرى بعض الأسر تصطحب أطفالها أثناء التسوق في الجمعيات والهايبر ماركت ما نصحتكم لهذه الأسر في ظل الظروف الحالية دكتورة؟ طبعاً لا ننصح الأسر باستحاب أطفالهم للجمعيات أو الأماكن العامة مثل ما نبهنا أكثر عن مرة لشراء الأشياء الضرورية ممكن لفرد واحد فقط من العائلة أن يتوجه لهذه الأماكن ومهم جداً أيضاً أن يتبع الإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وإبقاء مسافة بين شخص وآخر لا تقل عن مترين سؤال أخير هل فحوصات فيروس كورونا كوفيد 19 متوفرة في المرافق الصحية المتشرة في الدولة لمن يريد الإطمئنان؟ أم هناك آلية منظمة للفحوصات وأولوية للفحوصات؟ هذا السؤال قد تكرر ولكنه أيضاً مهم جداً الفحوصات متوفرة في القطاع الصحي والأولوية للأشخاص والفئات التي تعاني من أعراض تنفسية والأشخاص اللي عندهم كبار السن أو أيضاً عندهم أمراض مزمنة هم أصحاب الأولوية أيضاً يمكن التواصل من خلال مراكز التواصل في الجهات الصحية التي ذكرناها قبل شوي للاستعلام عن إجراءات الفحص، أماكن الفحص وأيضاً المواعيد المسبقة أفضل للتأكد من عدم الازدحام نحن أكدنا أن الهدف من تكثيف إجراءات الفحص هو الحد من انتشار الفيروس لذلك تم التوسع في مراكز الفحص وتم افتتاح مراكز فحص من خلال السيارات وأيضاً استحداث أحدث الوسائل والتقنيات لإجراء هذه الفحوصات وفي الختام أنا حاب أشكر تفاعلكم معنا وإن شاء الله نشوفكم في الإحاطة القادمة شكراً لك يا الدكتور فريد الحسني المتحدث الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة إذن تم الإعلان عن شفاء 23 حالة والإعلان أيضاً عن إصابة 277 حالة إذن الشفاء يصل إلى 167 حالة شفاء لله الحمد قد تكون هذه الأيام صعبة مشاهدين الكرام ولكن في الوقت نفسه لابد أن نكون أكثر شجاعة وأكثر قوة وإصراراً على مجابة هذا الفيروس سننتصر في النهاية بإذن الله تعالى كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان عندما قال لا تشلون هم هذه الكلمة لها أثر كبير علينا جميعاً لأن مجتمع الإمارات أكثر قوة أكثر صلابة بإذن الله تعالى سوف ننتصر في نهاية المطاف ننتصر بالتزامنا ننتصر بولائنا بمحبتنا لنكون أكثر صحة في الأيام القادمة الأزمات تنجب التميز والإبداع دوماً فلنكون أكثر إيجابية إلى اللقاء اشتركوا في القناة